اشتركوا في القناة كان يرى مثلا أن الحق مع السلطات وأن أهل البيت يستحقون ما يفعلون بهم لا أظن ولا أعتقد بعضهم أهدافه كانت علنية أمر بن سعد شارك في قتل الحسين طمعا في ملك الري وبالطبع لم يحصل على ملك الري في الدنيا ولم يحصل على عفو الله وشفاعة رسول الله في الآخر وكان بعض الآخرين جاءوا طمعا في حفنة من التامر أعطاهم عبيد الله بن زياد بعض التامر وبعضهم قتل خسر الدنيا والآخرة في سبيل الحصول على بعض التامر إنما جاء المختار واعتقل من اعتقل من قتلة الحسين منهم حرملة فقال له المختار حرملة طبعا كان قائد الرمات لم يقتل عبد الله الرضيع وحده قتل كثيرا من أصحاب الإمام الحسين برمياته ورميات أصحابه هو الذي كان يأمرهم بالرمي فقال هل رقى قلبك في كربلاء قال لا ولكن حينما أردت أن أرمي عبد الله الرضيع أراد قلبي أن يحزن فنهرته فاستجاب يعني أنظر كم كان التوحش متوغل في قلب هذا الرجل أراد قلبه أن يحزن ضيقت الطفل رضيعا جميل ومن ذرية رسول الله بريء يعني كل الصفات موجودة في عبد الله الرضيع قال أراد قلبي أن يحزن فنهرته لأن المجرم إذا ارتكب مجموعة من الجرائم يحاول أن يسكت ضميره الإنسان كما عنده نفس أمارة بالسوء أن نفس لوامة نفسه تقول لا تفعل وإذا فعل فإن نفسه تلومه إلى أبد الدهر بعض المجرمين يرتكبون جريمة ثم بعد ثلاثين سنة يعترفون بها ويقال لماذا ارتكبتم ولم تحاسبوا على هذه الجريمة لأن الناس لم يعرفوا يقولون كنا في عذاب الضمير هذا الرجل أيضا كان في عذاب الضمير لكن أراد قلبه أن يحزن فنهره أسكته بقوة واستجاب قلبه لعن الله حرملة ابن كاهل وذويه كما يقوله صاحب الأمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر